سوف نسميه الانيفرسار دانيس بوار مورني الانيفرسار تعمل طورة تحريرية الانيفرسار تعمل طورة حقيقة كتر من تحريرية لإعادة الكرامة والشرف للناس والشعب الجزائري الانيفرسار تعمل طورة تحريرية لا يوجد شعب في الجزائر ما نسميه الانيفرسار تعمل طورة تعمل طورة تحريرية هذه حقيقة مرة اسمعوها منش شعب لماذا؟ لأنه ما نقسموش مع بعضنا ما نش متقسمين قيم كل واحد عنده القيم تعه في رأسه كل واحد القيمة تعه في مصلحته كل واحد لا يستعرف بالمجتمع يقولك تتعبابك لا تتعبابك لا تتعبابك لا تتعبابك ملحان في مصار لا تتعبابك لماذا مزال لا تتعبابك لا تتعبابك لا تتعبابك يريد لي بقيم المرات ويضلك تضع وضع هذا الناس ما زلنا سمع قوانع نصنع بقائط قائط المرات في المغاربة وفي كل هذا المكان اذا فعل استعمار الجزائري للنعام ويقرر علي إذا أدرافنا ويرساعة البعض الجزائري فالشعب يبدو بالكلمة عزيلا لكن نجد أن تفهم القائد الشعب معناتها مجموعة من الناس يؤمنون بنفس الأفكار يعني ما نسمى الهدف النساء يعتبرون داخل المملكة لذلك يمكن أن نقول أنه نسيناس هذا يشكلون الشعب بصح الشعب يجب أن يكونوا بودنهم ويجب أن يكونوا في الأمور ويجب أن يكونوا في الأمور هذا يسمى مجموعة أهالي من الاندجان مبارك دولتكم في العرش هذا نموشي هذا دراجي هذا قبيلي من العرش الفلاني هذا من أي تكداء هذا من أي تكداء لكن لا تكونوا بشكل جديد أين تكونوا بشكل جديد لا يكونوا بشكل جديد ولأنهم لا يملكون لأنهم نحصرون في القبيلة في الدائرة وفي الدائرة كلهم من المساعدة تخليبك تنفذر كما أن تعرف لا يمكن لنا النار لذا نجل كل نجل وحبه بعد ذلك في المحل النار لان نجل اغلاق على هم سوف يسير حتى نحن النار لدينا النار لدينا النار لدينا النار لدينا النار المهم اخرجوا على القفة هذا كان نصيحة تاعي ربما لبعض الشباب الذين يخرجوا غضوة يجربوا و يخرجوا هزوا القفة و التصويرات على القفة و لا تكون المطالب هذه مدانية و ماشية عسكرية كما يقول لكم الكوافة الكعب القهوية هذا يجب عليك الحبس يجب عليك الحبس عندما يخرجوا على القفة لم يكن قاضي يحكم عليك حتى يخرجوا على القفة و قالوا انا اخرجت على الشماج على الجوع و نحوس على الخدمة يطلقوك هذا نحوص نفهم هذا طريقة من نوع النضال الذي لا يجب عليك التعرض ان تذهب للحبس يجب عليك انظروا حكاية هذه منظمة الإنسان و ما الذي تسمعون به و كاملوا و كتبه و خرطيه و كاملوا يجب عليك و كاملوا و كاملوا و كاملوا و كاملوا فهنا الجهاوية من بكرية و يجب علينا نتخلص منها و يجب عليك الجزائر تسكن فيه في العلق من أبسط حبة تعمل في الصحراء حتى القطرة تخرجوا على البحر و يفهم الجزائر و يجب عليك و يجب عليك يجب عليك هنا تتغير العقليات و يجب عليك ينهي الاخر يحشمي ابو طراثو ويريكتيفي هنا تستقل الجزائر استقلوا انتم تستقلوا لبلادكم اقعدوا عبيد الاسلاميين والخوانجية والظالميين اقعدوا عبيد الزيتوتو والد كدو كدو والكدابين والجورناليست الماتر شانتر ليس الماتر شانتر معاقلوا هؤلاء منهم يتحبون يتحبون هؤلاء من المعرفة اردوا يتحبون 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 الرب الذي يجوز يحفلها الان حسنًا حسنًا لا تنسى الثاني نصيحاتي اتنسون المطالب راشد ولكن بعد تحملوا مسؤولياتكم سأخبركم الرب سأخبركم إيفان سأخبركم 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 وما يقولون ما هو سأخبركم الغلطة لم تسمعوا لم تكن تفت تفت تحملوا مسؤوليات الخطأ هذا تتعلم وما زلتوا تتبعوا في الجياح سأخبركم 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 حسنًا لاحق لها سأخبركم لاحق 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 بلغطة سأخبركم مالش